موسيقى عشر سنوات من الاستثمار في البشر وضبط بوصلة التعليم نحو المستقبل فكان التوسع في التعليم الفني والتقني والجامعات الاهلية والدولية والطفرة الكبيرة في الانفاق على البحث الانمي بشكل غير مسبوق ودعم العقول النشطة المبتكرة موسيقى على مستوى التعليم قبل الجامعي توسعت الدولة في إنشاء المدارس التكنولوجية والتطبيقية ونقل الخبرات الأجنبية في التعليم المتميز فوصل عدد المدارس اليابانية إلى 48 مدرسة وتم ربط التعليم بسوق العمل عبر الاهتمام بالتعليم الفني بإنشاء هيئة لجودة التعليم الفني والاهتمام بتدريب المعلمين عبر إنشاء مركز لتدريب المعلمين طبقاً للمعايير الدولية كما وجه الرئيس اليوم ببناء مئة مدرسة جديدة يتم الانتهاء منها خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه موسيقى وشهد التعليم الجامعي يتوسعاً كبيراً عبر عدة محاور فتم إنشاء عدداً من الجامعات الحكومية الجديدة ومنها الأقصر وشمال سيناء ومطروح مع استحداث نحو 271 برنامجاً نوعياً جديداً لمواكبة سوق العمل موسيقى وكانت الجامعات الأهلية طريق الدولة السحري لتطوير نوعية التعليم واللحاق بالمستقبل بتكلفة مناسبة وبكيانات لا تهدف للربح فتم إنشاء أربع جامعات دولية هي الملك سلمان الدولية والعالمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة وتمنح بعضها شهادات مزدوجة نتاج شراكات مع جامعات كبرى في العالم وأنشأت الدولة 12 جامعة أهلية جديدة هي بنها الأهلية وحلوان الأهلية والإسماعيلية الجديدة الأهلية والإسكندرية الأهلية وأصيوط الأهلية والمنصورة الأهلية وبنسويف الأهلية والزقازيق الأهلية وجنوب الوادي الأهلية والمنوفية الأهلية والمينيا الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية وكانت الجامعات تكنولوجية طريقة دولة السريع للإنجاز فوصل عددها إلى عشر جامعات لاحتضان العقول العملية القادرة على الإنجاز وإزاء الطفرة الجامعية بمصر تقدمت الجامعات المصرية عالميا في تصنيفات عديدة ومنها تصنيف كيو أس واشنجهاي وغيرها مع عكس إرادة مصرية أصيلة نحو مواكبة عصر العلم أهلا بحضراتكم وأهلا أهلا 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 بضفطنا العزيزة كاتبتنا الصحفية الرائعة والكبيرة وسيدة نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام والكاتبة المتخصصة وده شيء مهم جدا في التعليم منورانها وسيدة نيفين أهلا بحضرتك وأهلا بسيدة المشاهدين إزاي صحة كل حلو الحمد لله تمام نحن النهاردة كان عمدنا يوم مبهر رائع جميل تفوق الجامعات والرئيس اتكلم في أكثر من موضع وفي أكثر من لقاء عن التعليم اللي هو ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والسوق بتاع العمل ما يطلبه سوق العمل المصري بل وسوق العمل الدولي هنا هبدأ أتكلم على التطور اللي حصل في التعليم عندنا من 14 لحد اللحظة اللي احنا قاعدين فيه قديم الحقيقة النهاردة كان حوار المصرحة والمكاشفة سيادة الرئيس اتكلم في كل الملفات اللي تخص العملية التعليمية بالتحديات اللي بتواجه الدولة في الارتقاء بالتعليم اتكلم عن ميزانية التعليم اتكلم على تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وشرح كمان ايه المشاكل اللي بتواجه المرحلتين أو القطاعين سواء قبل الجامعي أو الجامعي وقال كمان الجهد اللي بتبزله الدولة على مدار سنوات من 2014 حتى الآن من التطوير ومن التحديث في البنية التحتية سواء في المدارس أو الجماعات اتكلم على تنمية أعضاء هيئات التدريس سواء المدرسين أو المعلمين والتعينات الجديدة بالنسبة لل30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال ويمكن دي كانت في الجلسة اللي خاصة ببناء الإنسان وأيضا نتكلم على الجماعات المصرية اللي أضيفت إلى قطاع التعليم العالي ومنها الجماعات الأهلية يعني عددها حوالي 20 جمعة أيضا الجماعات التكنولوجية اللي عددها حوالي 10 جماعات وكل نوعية من هذه الجماعات بتخدم قطاع كبير من الطلاب وقطاع كبير من الراغبين في نوعية معينة من التعليم يعني جماعات التكنولوجية بتقبل حوالي 80% من التعليم الفني و20% من التعليم العام الجماعات الأهلية فيه جماعات أهلية دولية وفيه جماعات أهلية خاصة وفيه جماعات أهلية بتتبع الجماعات الحكومية أو منبثقة عن الجماعات الحكومية طبعا كمان فيه نوعية من الجماعات اللي هي عاملة توأمة مع الجماعات الأجنبية ودي زي الجماعات اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لطبعا البرامج الخاصة اللي موجودة في الجماعات المصرية الحكومية حضرتك اتكلمت على كل ده وربطه بسوق العمل إحنا بداية من التعليم قبل الجامعي ومن مرحلة رياض الأطفال بنأهل الطالب لمرحلة القبول في سوق العمل بمعنى إيه؟ بمعنى اللي إحنا بقى عندنا قطاع اسمه قطاع التعليم الفني القطاع دوت كان مهمل لسنوات خلال السنوات الماضية شاهد طفرة غير مسبوقة سواء بالنسبة لتطوير المناهج سواء بالنسبة لتخصصات أضيفة بيحتاجها سوق العمل سواء بالنسبة لنوعيات المدارس زي مدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي بتقبل يعني الطلاب بالتعاون مع الشريك الصناعي ويمكن وزارة التربية والتعليم لما بتيجي تحط المناهج بتحطها بالتعاون مع الشريك الصناعي انت لما تخرج لسوق العمل الشركات والمصانع دي بتتطلب إيه في الخريج لدرجة السلوكيات بتاعة خريج التعليم الفني أيضا بيتم الاهتمام بيها لأن الشركات والمصانع والشريك الصناعي اشتكى من بعض السلوكيات متعلقة بالانتباط وما إلى ذلك فتم مراعاة هذا الأمر أنه فيه محددات للسلوك داخل هذه المدارس وطبعا يعني فيه عدد هذه المدارس زاد في الفترة الأخيرة وفيه كمان يعني مخطط لزيادة عددها حتى التنمية المستدامة 2030 بنتكلم على تطوير مناهج لكافة المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية وفيه استعداد كمان لتطوير مراحل التطوير في المرحلة السنوية ودي المرحلة الأهم والأصعب لأن دي البعبع اللي بيخوف كل أولياء الأمور من امتحانات من درجات بتحدد مصير الطالب في الالتحاق بالجامعة واحنا عندنا يعني طابع في الأسرة المصرية الاستثمار في تعليم أولادنا يعني ممكن الأب والأم ما يكلوش وما يشربوش لكن يعلموا أولادهم يصرفوا على التعليم ميزانية كبيرة جدا طبعا كل هذه الأمور بتعد الطالب لسوء العمل سواء هيكمل في الجماعات الحكومية الجماعات الأهلية الجماعات التكنولوجية الجماعات العاملة توقمة مع جماعات أجنبية هذه الجماعات بتستقبل بقى الخرجيد من التعليم قبل الجامعي وبتبتدي إنهم تعلمهم بطرق مختلفة قائمة على التكنولوجيا يمكن التكنولوجيا بتستخدم بصورة يعني في أو أخرى في مرحلة التعليم قبل الجامعي التعليم الجامعي بيتم استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في كل جماعاتنا سواء الجماعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية في كل أنواع الجماعات وبتأهل الطالب للتعامل مع سوء العمل ليس المحلي فقط دايما الرئيس سبق بخطوة يعني تفكيره المستقبل فيه إيه التغيرات اللي بتحدث على مستوى العالم هيبقى فيها إيه هنأهل طلبنا وأبنائنا إزاي أن هم يتعاملوا وينفسوا على المستوى العالمي وليس المحلي إزاي إحنا كمصر بنتمتع بقوة بشرية هائلة إزاي تستغل هذه القوة البشرية في إنها تفيد بلدها بمعنى إن هؤلاء الطلاب أو الخرجين يتعلموا بتخصصات بيتطلبها سوء العمل بأفكار جديدة بأسلوب جديد قائم على التكنولوجيا ويبتدوا يسفروا إلى الخارج يعني يستكملوا دراستهم أو أبحاثهم ويتعلموا من الخارج ويفيدوا الخارج والخارج كمان يفيدهم وبعد كده يرجعوا بلدهم مرة أخرى يتستفيد من القوة الهائلة الثروة العلمية الهائلة اللي هتكون عندنا وبكده يعني هيكون فيه استفادة كبيرة من هذه الثروة البشرية فيه اهتمام طبعا كبير جدا من سيادته بالتخصصات يعني كمان يمكن كان وزير التعليم العالي قبل كده شرح الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي واتكلم على إن التخصصات والكليات والبرامج الجديدة اللي بتنشأها في المحافظات المختلفة هتوضع أيضا برامجها وهتوضع مناهجها بالتعاون مع الشريك الصناعي ومتطلبات الشريك الصناعي في المحافظات بمعنى إن التخصصات دي هتبقى ملأمة للبيئة المحيطة كل محافظة في مصر احنا بنتمتع بمحافظات لها خصوصية شديدة جدا وليها صناعات شديدة وليها زراعات مختلفة فطبعا التخصصات الجديدة دي من برامج ومن كليات ستنشأ بالتعاون مع الشريك الصناعي لأن احنا في النهاية هدفنا التنمية هدفنا المستثمر اللي هيجي يستثمر في بلدنا يبقى عنده قوة عاملة كبيرة جدا من الخريجين يقدر يستغلها ويوفر عملة صعبة لبلاده مرة أخرى فدي مهمة جدا فدايما التنمية في البلاد دايما عين الرئيس على الصناعة على التطوير في المجالات المختلفة في مجالات النقل في مجالات الزراعة المجالات المختلفة اللي بتتمتع بيها كل محافظة هينشأ بعد فيما يعني من الوقت الحالي للمستقبل هينشأ الكليات والبرامج والتخصصات اللي ملأمة للبيئة المحيطة أو للمحافظات المختلفة وده طبعا هيخدم المحافظة في أنها تحفظ على أبنائها يعني الخريج هيخرج يشتغل في المحافظة بتاعته أو التنمية بتاعته بالزبط كده وحينمي المحافظة بتاعته وحينمي طبعا بلده بصفة عامة ومحافظته بصفة خاصة فاحنا كده يعني هنعمل زي مسألة إعادة توطين مرة أخرى لأبنائنا داخل محافظاتهم فهي يعني أفكار ذكية جدا هدفها تطوير التعليم سيادة الرئيس مهتم بملف التعليم اهتمام كبير جدا بيدعو في أولوياته الأولى في كل مناسبة بيتكلم على أي مشروع أو أي تنمية في البلد بيبقى التعليم أساسي فيها أو عنصر أساسي فيها وإحنا كمتخصصين في التعليم لمسين هذا الأمر يعني على أرض الواقع شايفين اللي بيحدث في ملف التعليم قبل الجامعي في أيضا استراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي في حوار مجتمعي بيتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعقده لأبنائها بحيث أن يعني يتم منقشة كل ما يخص التعليم بيحضروا متخصصين بيحضروا أسد زد جمعة بيحضروا يعلميين بيحضروا أولياء أمور علشان لما توضع استراتيجية ما تبقاش يعني متغيرة بتغير الوزير يعني احنا دايما في مصر هنا عندنا أزمة أن الاستراتيجية مرتبطة بوجود وزير معين أو شخص معين لأ دي استراتيجية بيشارك فيها جميع أبناء المجتمع كل المعنيين بالعملية التعليمية يقدروا أن هم يحطوا السياسة التعليمية المقبلة ويمكن يعني في أثناء الحوار الوطني يتكلموا على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم اللي هيضم وزارات المعنية بالتعليم والوزارات الزي الأخرى اللي هتساهم مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والأظهر وما إلى ذلك كل هذه الأمور هتبقى تحت مظلة واحدة لتوحيد الكيانات يعني دايما عندنا مشكلة كبيرة في التعليم إن فيه تعدد الكيانات يعني مثلا لو جينا للتعليم الفني هنلاقي إن مراكز التدريب موجودة في أكثر من وزار مش وزارة التربية والتعليم فقط اللي هي المعنية بالأساس بالتعليم الفني هنلاقيها في التعليم العالي هنلاقيها موجودة في القوى العاملة هنلاقيها موجودة في وزارة الإنتاج الحربي فهنلاقي يعني هذه المراكز منتشرة رغم إن فيه مظلة واحدة اللي هي مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء والاهتمام بالتعليم الفني فيه طبعا جودة هيئة الجودة اللي هي إتقان الجودة لارتقاء بالتعليم الفني في أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني فكل هذه الأمور وأيضا مجمعات التكنولوجية والكليات التكنولوجية كل ده يبقى تحت مظلة أو كيان واحد بالإضافة أيضا لتعدد المراكز وتعدد المعاهد والجامعات والكليات في التعليم العالي وأيضا في الأزهر فكل ده هيبقى تحت مظلة واحدة اللي هو مجلس التعليم الوطني الأعلى وده الحقيقة لسيادة الرئيس أيضا أشار إليه في الحوار الوطني هيضم بقى كل ما هو متخصص في التعليم من كيانات مختلفة هيبقى فيه توحيد للسياسات وده يمكن اللي احنا كنا بننادي به دائما أنه تبقى فيه سياسة واحدة تبقى فيه قوانين واحدة بتحكم العملية التعليمية فيه قاعدة بيانات عن كل ما يخص الطالب المصري بداية من رياض الأطفال حتى الجامعة الاحتياجات بتاعت سوق العمل سوق العمل محتاج إيه محتاج كام خريج في تخصصات إيه لما كنا بنسافر للخارج يعني في زيارة الأخيرة الألمانية شفت هناك أن هما عندهم عدد طلبة في بعض الكليات والجامعات لا يتعدى 16 طالب لأن عندهم منظومة متكملة لقاعدة بيانات لاحتياج المجتمع الألماني من خرجين في تخصص مثلا زي التصميم أو زي النواحي الفنية فهو بياخد عدد خرجين اللي بيتطلبهم سوق العمل أو اللي بيتطلبها المجتمع الألماني فإن كنا بنندهش من ده طب أنتوا بتعملوا ده إزاي فمن خلال قاعدة بيانات بتربط كل هذه الأمور في الدولة مع بعض ده هيبقى عندنا إن شاء الله في مصر أنا عايز عند المقطة بتاعت عندنا إن شاء الله في مصر دي هربطها بكلمة الرئيس الرئيس قال جملة لطيفة جدا جدا بالنسبالي قال أنا مش عايز أسمع كلام جميل أنا عايز أعرف توصيف دقيق للوضع علشان نقدر نبني الدولة أنا عايز أستأذن هطلع فاصل وهرجع لسيزا نيفين هتقول لي من واقع تجربة صحفية طويلة ومشوار وفي نفس الوقت تخصص في هذا المجال أنا مش عايز أسميها العقدة اللي في المنشور عايز أعمل توصيف أقدر أوصل منه لحلول أنا مشاكل إلي موجودة دلوقتي ويا ترى هل ترى من واقع الزيارات الكتير اللي شفت فيها العالم نحلها إزاي نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع الكاتبة صحفية وسيزا نيفين شحاتة نائب رئيس تحليل أهرام والكاتبة المتخصصة في التعليم استنونا طيب كل الترحيب بدفتنا العزيزة كاتبتنا الصحفية الكبير أستاذ نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة في التعليم في رأيك التوصيف الدقيق إيه؟ الحلول يعني لدينا بعض المشكلات وأيضا أمامنا مسارات للحلول خلي بالحضرتك أن الحلول اللي بتوضع دي بتوضع في ظروف صعبة جدا ظروف أنت عندك زيادة سكانية هائلة عندك أعداد كبيرة من الطلاب حوالي 800 ألف طالب أو تلميذ سنوياً بيدخلوا التعليم قبل الجامعي يعني أو اللي هو رياض الأطفال اللي بيلتحكوا الطلبة للأطفال اللي بيلتحكوا في رياض الأطفال في زيادة سنوية حوالي 800 ألف طفل طبعاً دي زيادة كبيرة جداً وده رقم أعلان وزير التربية والتعليم قبل كده في مؤتمر صحفي فأنت عندك مشكلة كبيرة في الانفجار السكاني وعندك عدد المدارس وتوزيع الطلاب على المحافظات وتوزيع المعلمين ويمكن دي الأزمة الأكبر في مشكلة تسد العجز في المعلمين هو سوء التوزيع فأنت عندك هذه المشكلة الهائلة اللي بتلتهم أي إنجازات بتحدث أو بتلتهم أي مؤشرات لتطوير التعليم هو الزيادة السكانية الزيادة السكانية مع إنك أنت محافظ على مجانية التعليم مع إنك أنت محافظ على جامعات حكومية ومدارس حكومية مع طبعاً ده حق أصيل لكل مواطن مصري وبتحاول مع ده تقدم خدمات تعليمية بمصرفات تناسب بعض الطبقات أو تناسب بعض أولياء الأمور اللي عايزين تعليم متميز لأبنائهم زي مثال الجامعات الأهلية يعني الجامعات الأهلية دي جامعات غير هادفة للربح بمعنى إن كل الفلوس أو الأمام اللي بتدخل لها بيعاد مرة أخرى تشغيلها داخل الجامعة من خلال تحسين البنية التحتية في الجامعات من خلال أيضاً زيادة مرتبات أعضاء هيئات التدريس وإضافة أعضاء هيئات تدريس جديدة فكل هذه الأمور مع الانفجار السكاني ومع التحديات اللي بنمر بيها من تحديات اقتصادية فإن احنا نوفر هذه المدارس أو نوفر هذه الجامعات ممكن سيادة الرئيس أعلن عن إنشاء حوالي 100 مدرسة خلال الفترة المقبلة فكل هذه الأمور بصراحة أحياناً يعني بسأل نفسي الرئيس بيعمل حاجات دي إزاي بيحاول يعني يدبر الأمور إزاي فعلاً مسألة يعني عويصة جداً لأن احنا معنين بالملف وفاهمين اللي بيحدث على أرض الواقع في أمور كثيرة خاصة بالعملية التعليمية وفي ظروف صعبة جداً مدرسين بيطلبوا بزيادة مرتبات وعلاوات وده من حقهم وحق طبعاً مشروع وطبيعي لكن المشكلة في التحديات اللي بتواجه الدولة وتوفير هذا وزيادة ميزانية التعليم يعني زيادة ميزانية التعليم وصلت حوالي 200 مليار ميزانية كبيرة جداً رغم رغم أن الرئيس بيقول أنا علشان أوفر تعليم جيد لكل طالب أنا محتاج تريليون مليار مش 200 مليار لكن مع ذلك بيحاول بيحاول يدي ملف التعليم اهتمام كبير يوفر ميزانية هائلة لتطوير التعليم بيحاول يوفر مدرس جديدة تستوعب كل الطلاب بيحاول أن هو يعمل جماعات جديدة تستوعب التغيرات اللي بتحدث على مستوى العالم فالحقيقة يعني أنا شايفة أن فيه اهتمام غير مسبوك بملف التعليم سواء قبل الجماعي أو الجماعي من 2014 حتى الآن وأنا شايفة يعني مستقبل مشرق رغم بعض الناس يعني غير متفاقلة لكن أنا بقول أن فيه تفاقل كبير جداً وأبنائنا هيبقوا أحسن أبناء وهينفسوا على مستوى عالمي ومصر هتبقى أحسن وبكرة أحلى إن شاء الله والله بإذن الله ولا نورتينا وشرفتينا وفعلاً من قربي دي قاعدة ما تتحسبش على الإطلاق وملف التعليم ده أكبر وأهم وأعمق من إحنا نخلصه في 7-8-12 ديئة حتى فلازم لازم أرجوكي تقبلي دعوتنا مرة كمان ونقعد نتكلم بقى بشكل أكثر تفصيلاً وبنزبق على التجارب بتاع البلاد بره فنستلهمها وهو نبقى بنشارك في بناء المنظومة يعني على قدنا أشكرك جداً جداً يا أستاذة نيفين أشكرك ألف شكر كل الشكر الكتبة الصحفية الكبيرة أستاذة نيفين شحاتة نائب رئيس تحليل أهرام والكاتبة المتخصصة في التعليم ولسه هيبقى لنا كلام على كل الحلقة الحد كده خلصت حالاً يكون موجود معنا كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما احنا لو كان لنا العمر هنقابلكم بكراً إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات